للدور يوم 25 كمان كم يوم أن النهاردة 13 الدور يوم 25 11 يوم أو 12 يوم أتمنى أتمنى أن يتم وضع آلية لهذا البند علشان يبقى بند مثالي زي ما هو مقصود أنا دايما بروح للنية الصافية أن البند ده مقصود أنه هو يتيح للجميع يتيح للجميع العدالة ولكن دي من وجهة نظري هتبقى عدالة مططية زي ما بقول لحضراتكم كل يوم بالليل بعد المباريات هتلاقوا مشكلة وحتلاقوا أصل الحكم ده ما حسب لناش مرضاش يعترف عشان هو راجل مثلا بيشجع فريق آخر هو ده اللي حيحصل وهو ده اللي حيتقال وإحنا مع بعض وحنشوف إيه اللي حيحصل خلال الأيام اللي جاي وعشان كده أنا ولا بصدر إحباط ولا بصدر أي حاجة ولكن أنا في البداية قلت إن إن شاء الله يبقى دوري رائع وأنا متفائل جدا بهذا الدوري ومتفائل جدا برابطة الأندية ومتفائل جدا بالقرع اللي حصلت ومتفائل جدا بالتقنية التقنية الـ HD اللي حتبقى على الأقل عشر كاميرات كان ممكن يبقى النقل السنة اللي فاتت أو اللي قبلها بقى أقل من كده ولكن رابطة الأندية عاملة شغل كويس جدا اللي حدي بالمناسبة توزعت على كل الأندية عشان كده أنا جايب لحضراتكم منها سكرين شوت للموضوع ده أو للبند ده تحديدا فمهم جدا جدا من فضل حضراتكم لللجنة الثلاثية أو لرابطة الأندية من فضل حضراتكم تاخدوا بالكم من مثل هذه الأمور لأنه أنا في النهاية أرجع تاني للسنة اللي فاتت أنا مش عايز أرجع للسنة اللي فاتت وما حدث للنادي الأهلي في الدوري العام وما حدث للنادي الأهلي في مباريات كانت كثيرة جدا النادي الأهلي خسر 15 نقطة بسبب أخطاء التحكيم الواضحة الواضحة مش حاجة تانية أخطاء التحكيم الواضحة هدف بيخش ما بيتحسبش ركل الجزاء حقك أن أنت تاخدها ما بتتحسبش ومش عايز أرجع الموضوع للسنة اللي فاتت لأن السنة اللي فاتت انتهت بالكويس اللي فيها وبالوحش اللي فيها ولكن نحن نسعى دائما للتطوير أو بنحاول دائما أن احنا نسعى للتطوير عايزين الأخطاء طبعا الأخطاء لا مش هتختفي عمرها ما هتختفي ولكن من فضل حضراتكم اعملوا حاجة البند حلو وجميل وكل حاجة ولكن آلية تطبيق البند هتبقى ازاي وبعدين برضو ما هي فكرة تانية وانا ليه أستنى الحكم أنه هو يقول الخطأ وانا عندي الفار يعني انا عندي الفار موجود ليه أستنى الحكم ودخل الحكم في مواويل كتيرة جدا وكلام كتير جدا ممكن يحصل وانا عندي قريدي الفار أو تبقى فيه أو تشكل لجنة معينة هي اللي تشوف الحاجات دي تشوف تسجيل المباريات لو حضرتك عايز تطبق اي آلية حضرتك عايز تطبق بيها بس قولنا عليه الاتحاد الدولي كان واضح في هذا الأمر وقال الخطأ الجسيم فيه أضيق الحدود حضرتك قلت ان الحكم لما يخطئ فيه قانون كرة القدم اللي قوت ده على فكرة لو الملعوب غلط لأنه هو كان قوت على الفريق التاني مش لصالح الفريق الأول فاتلعبت رجعت دخلت جنف الفريق ده طب ايه هتعمل فيها ايه دي وبعدين حاجة غريبة جدا عمليه انه نادي ونقول هل سيستطيع أو تستطيع لجنة المسابقات ان هي تنظم الدوري خلال الفترة اللي جاية بسبب الارتباطات الدولية الكتيرة جدا اللي موجودة خلال الأيام القادمة وخلال الشهور القادمة فهل حضرتك افرد خمسة ستة حكام عندهم سلام نفسي داخلي طلعوا اعترفوا ان هم اخطأوا في المباريات هتعملها امت هتعيد المباراة امت هو انت عندك وقت تلعب الدوري الأساسي عشان تعيد مباراة ولا ما هو الا مجرد بند محطوط لتحسين الصورة او ان احنا شيء مثالي وحاجة حلوة جدا واحنا بنعمل كل حاجة حلوة او بنحاول نعمل كل حاجة حلوة لا اتمنى ان يبقى فيه آلية لتطبيق هذا البند لانه بند رائع وجيد جدا ولكن الآلية بتاعته هتبقى عاملة ازاي حد يطلع شرح لنا يقول لنا اشتركوا في القناة